ما شفتش كم مجهودات يا دكتور غير في الثمان سنين اللي فيتو أنا شفت كم قوافل وكم صرف صرف تريليون ده رقم أنا ما شفتوش في حياتي كلها اتصرف على الصحة والتعليم انت عالف أنا طب أنا أتخذي رأيي ناس كتير قوي بتبعتين على البرنامج احنا برضو بنستشف قراء الناس معايش اسمحيني نور رأيهم نور رأيهم بالعكس أهلا معظم الناس وعلى فكرة ده رأيي ستات مش رجالة لازم الفكر ده والوعي ده يدخل المدارس يعني أنا كنت عاملة حلقة قبل كده اتكلمنا ان حتى الصحة النفسية انا ازاي ارتبط وازاي لو انفصلت وازاي طبيعة الراجل المصري وازاي الحاجات اللي هي بعيدة خلص عن هزيات السكانية دي لازم في المدرسة يعني انا لو انا بنت في سنوي وابتدى عندي مادة كده صحة النفسية وعند الجواز ازاي اخو قرار الجواز والخلفة وازاي يبقى نكحف حياتي لو انا خدت في مادة ده يا دكتور سدقيني انا كالمدرسة بيقول لنا هتشتغلي خلي بالك اشتبقي نكحة تبقي وزيرة تبقي سفيرة لازم تحملي كذا ما تقعدوش تخليفه كتير الحاجات دي في المدرسة يعني انا بوقفة كده شايف المدرسة بتقول هالي وانا فيقولها سنوي وتانية سنوي وتالت سنوي لان ابتدت سن المراحقة والحب والارتباط والحاجات دي بيجي من سنوي لازم المدرسة يبقى فيها منهج للحاجة لازم هو واحد من تدخلات الحوار بس خليني ادرج لكي تدخلاتنا بستة زي وافكارنا اولا في حاجة على مصول الاصلاح الاداري والهيكالي والرئيس استجاب بنسبة الى توسيات الاولى اللي طلعت من لجنة السكان او نقاشات اللي اصيرت في الجلسة العامة ان احنا طلبنا استقلال المجالس القومية للسكان والاممة والطفولة المجلسين دولة تحت وزارة الصحة وبيحطوا دايما قضايا السكان وده يخلي قضية السكان مسألة صحية فقط وهي من صحية بس صحية وتعليمية واقتصادية وثقافية عايزين تفصلوا دي عن وزارة الصحة عايزين المجلسين ينعموا بقدر من الاستقلال زي المجلس القومي للمرأة ومجلس القومي للعليم ومجلس القومي لإعاقة بحيث ان هم يدب عليهم اجندات واضحة تقدر يجيبوا بقى لنفسهم مشاريع ومنح ويزكوا من ميزانيته ويتبنوا استراتيجية واحدة وده اللي حصل في المؤتمر الاخير للسكان احنا عدلنا الاستراتيجية الوطنية للسكان وده تطور على المستوى الاداري والاصلاحي الهيكلي وكان مطلوب جدا والحقيقة ان استجابة الرئيس لي تعظيم دور المجلس القومي للسكان وادراكه لرئيس الوزراء بدأ من ان يكون تحت وزارة الصحة هو تطور مهم جدا في تحسن اداء الدولة وسياسات الدولة في التنمية السكانية وده اللي شهدته مصر كانت عندها المجالس دي مستقلة في التسعينات والألفنات فالعودة الى ما كنا عليه من ادارة افضل للملف هتخليكي تجنيع حاجة تانية التمان سنين اللي حضرتك بترصدي فيهم اجتهادات من الدولة المصرية انا بقعيد تاني انت بتنقلي في العدد الانجاب مش ببيتسيتي يعني انت ممكن تكوني محتاجة تحط لنفسك بس لمت انت عايزة توصيل الاسرة المصرية تجيب كم عيل فكرة عيل واحد الى حد كبير انا بعتقد ان استجابة لها انا اعتقد عيلين تماما يعني مش هتوبة عالية وسط المواطنين احنا شعب لو جبنا بنات عايزين ولاد ولو خلفت ولد عايزة بنت يعني المتوسط عيلين يعني سواء ولد وبنت او عيلين انت عايزة تشتغلي على التمانية من عشرة اللي هما طبعا مسماعين وسط ملايين محتاجة تعملي باقي اللي حدرك بتقولي تسكيف سكاني تسكيف سكاني في المدارس وده شيء طبيعي جدا ومهم جدا ومحتاج طبعا توعية شديدة فيما يتعلق بالقضايا المسكت فيها عنها على الصحة الانجابية بطل نتكسف ونتكلم عن مشاكلنا المتعلقة بالصحة الانجابية وان قرار الانجابية يكون تقرار تشاركي ونخاطب الراجل زي ما بنخاطب الستات بوسائل تنظيم الوسرى واخرها ونتعلم يكون عندنا حواء يعني حوار علمي وتقدمي حول قضايا السكان وده شيء مهم انه يكون تزيين احنا ندرسه من مراحل الاعدادية والسنوية للجنسين مش من كتر الطلاق عملنا ان بقت فيه دورة تدريبية نفسية بياخدوها البنت والولد قبل الجواز ولازم يتجاوزوا الدورة دي ويكتب ان هما يصلحوا نفسيا للجواز طب لين استنى لغاية ما يتخرجوا من الجامعة ويبتدوا يتفكر تتجوز وبعد كده يديها لدورة تدريبية لا 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 انا ادهالها في المدرسة حتى الشاب على فكرة احنا ليه الستات كلها بتستغيص ان الشباب ما بقاش عندهم مسئولية ان الرجالة مش فاهم يعني ايه بيت وستات وعيال طب ما هو الولد ده وهو في سنوي برضو لازم ابتدي اشربها له بطريقة غير مباشرة يعني ايه بيت والستة دي زي تحترمها وتقدرها واخلقنا ودنا يعني الحاجات دي لما يشربها والله مش البنت بس الشاب والبنت احنا محتاجين حينخاطب الجنسين مش الستات بس ومش البنات بس التعليم لازم يتغير يا دكتور التعليم لازم يبقى فيه لايف كوتش بيدرب في المدارس دكتور نفسي استشاري تعديل سلوك يعني لازم الناس دي تخاطب الجيل ده وطالع ممكن افكار دي كلها ممكن انا عايز اعط في الحوار الوطني واقول رأي ومنتها على سراخ طبعا وانك ازاي كمان بنات تحديدا والستات قدام ثقافات التنشيئة بتاعتنا بتطلع سقطها في نفسها ضعيفة قدرتها على ان هي تقبل ان هي تكون تابع لفكرة الراجل بالزبط كل ده محتاج يتغير تستطيع ان تأخذ قرارا وتشارك وشان كده هات قانون لأحوال الشخصية مهم جدا واحنا في انتظاره الحقيقة ويهمنا ان احنا نتكلم عليه فترة وقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة كل الحاجات دي بتأثر على فكرة على مرات الانجاب وعلى صحة الاسرة انت عارفة دكتور احنا اخر حاجة هنقولها ان كل حاجة دخلة كلها شبكة عنكابوتية يعني الولد مش عارف المسئولية فهي تجاوز بنت البنت ما تعرفش يعني ايه بيته ولات فالولد ما بيشاش مسئولية فهي تتجاوز فهب يتطلقوا فيتلاقي بنت عندها حاجة 20 سنة مع عائلين ثلاثة وفجأة المحكمة هتشتغل والمحامين هتشتغلوا ويطلعوا بنات طوال طاعة ويطلل ونهارا على سوشال ميديا وانا حياتي سواد وانا ده اتطلقت وده خيانة وده غدر وده اللي اتقصلت هو كله مرتبط ببعضه التعليم نفس الحكاية انا جبت عائلين ابوهم رموهم لي رحت محكمة الاسرة طب انا عايز اعلمهم طب انا عايز انافقة الدولة كلها بتلف في حتة راجل وسط لو انا فاهم كراجل مش هخلف كتير لان القرار زي ما حضرتك قلتي في ايدي ولو انا كراجل قادر رشين مسؤولية بيتي فالست دي هقدر ابقى ليدر ليها هخلف بالطريقة فلانية هنعلم ولادنا بالشكل فلاني هيبقى البيت هادي مش هنلاقي نسبة الطلاق المرعبة اللي بنشوفها في السن الصغير دلوقتي ما بيكمور شهرين تلاتة في الجوازة يعني والله انا كايمان انا كايمان انا جوزت وخلفت وشفت حياة كاملة لو انا في المدرسة فهمت يعني ايه جواز يعني ايه بيت درجة استحقاكي بنفسي كابنت لو علية وانا في المدرسة لكن ما اخدهاش بالخبرات فالحياة عملا تخبط في مين وشمال عالبان مفهم وابقى عندي خبرة فحقيه المدرسة ثم المدرسة ثم المدرسة لو البيت لو امي في البيت ست على قد حالها ثقافتها على قدها ما كملتش تعلمها يبقى في مدرسة بتوجه يعني لو الام رب تخلاص على قدها قطر خيرها لكن في عندي كيان تعليمي بيقولي انت الحياة هتوديك على فين خلي بالك انجاحي كلي كويس لما تخلي في هتخلي في بشكل فلاني خلي بالك بعد كده ازاي تحددي الناس والله يا دكتور كل ده انا هشربه وانا في المدرسة وانا كمان بأشور عليكم ان احنا نخصص حلقات اكتر ونقاشات اكتر حوالين ظاهرة الزواج المبكر لان طبعا اعوام الخصوبة بتزداد عند الفتيات بظاهر ظاهرة المبكر الزواج المبكر ونشتغل كمان على عملتها لو شفت يحكى ان احنا لسه عاملنا عاملين حلقة عن الزواج المبكر وعمالة الطفل وعمالة الطفل وعملين كم حلقات احنا دايما مع الست والبيت المصري يعني طبعا مبرر كبير للمواطن ومواطنة المصرية في البيئات الاكثر فقرا ان انا اجيب العيل يساعدني في ما جايب البيت ففيه عمالة الطفل خطورة وفيه في الزواج المبكر خطورة وفيه في صحة المواليد وارتفاع معدلات التقزم نتيجة سوق تغذية الامهات اثناء سنوات الحمل برضو محتاجة التفاة اعلانية ملفات كلها مهمة جدا ونفسي نبقى زي يعني برا بدلا ما بنقض نتنى كله انا سفرت برا مصر لا انا نفسي زي برا كده لما بيعمله حاجة عنف ضد الطفل بيبقى هو صغير عارف انه هيروح الاسم ويعمل بلاغ يعني المعلومة محفورة جواه وعارف حقوقه يعني فيه شنطة كده فيها حقوقه كلها اشتكي ازاي والهوتلاين ايه ويعمل ايه انا عايزة منوحنا كده برضو وصغيرين يبقى فاهمة ان ايه كابنت عندها 13-14 سنة في المدرسة ان انت فيه مفيش زواج مبكر لو امك او والدك اكبارك فانت هتروح تشتكي في المكتب الفلاني الدولة بتسندك الدولة بتدعمك والله الوعي ده لو وصلنا واحنا صغيرين زي ما عملنا في ختان البنات الختان الاناس بقى فيه دلوقتي حبس وغرامة لكن ممكن غرامة يعادوا بيها لكن لما الاب يعرف انه هيتحبس مش هيعملها ترجمة نانسي قنقر